لو انتقلت بكم الى ما يحدث على ارض الواقع يعني الصين بيقولوا ايه نلحق الانروا الرئيس الصيني بيقولك حد لهم فلوس المستشفيات ما فيش نقلا عن الزميلة القاهرة الاخبارية الانروا بتصرح وبتؤكد ان الهجمات الاخيرة ضدها وضد الموظفين بتوعها المتعمدة تستوجب وتستحق تشكيل لجنة التحقيق وبشكل عاجل ومسؤول ابروسي وايضا نقلا عن الزميلة القاهرة الاخبارية بيؤكد بقى ايه ان الرصيف الامريكاني اللي هم قالوا انه سيكون عوضا قد يتم ترميمه او اصلاحه بحلول منتصف الاسبوع المقبل ويرجع يشتغل تاني وبيقولوا ان كل السفن والمراكب اللي جاي علشان تنزل حمولات دعم ومعونة لاهل غزة واقفة في المياه الدولية تنتظر اصلاح هذا الرصيف علشان تخش هذه المساعدات طب اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية تعلم جيدا ان السيطرة الاسرائيلية على معبر رفح تم مع دخول المساعدات من الجانب المصري وان اسرائيل عاملة اعاقة كبيرة جدا لدخول المساعدات من كرم ابو سالم وان حضرتك الرصيف اللي امريكا قاعدت تقول حيعوض وحيعمل مش شغال ياكلوا منين يتعلجوا منين يشربوا مية ازاي يعني سيبوكم من كلك يعني سؤالي واضح جدا وصريح ليه؟ لان ده حينقلنا ايضا الى فورا الى الاعلام الاسرائيلي والاحداث الداخلية في اسرائيل يشوفوا ما بيعملوا ايه؟ بيشغلوا الرأي العام بايه؟ قضوا مجلس حرب في اسرائيل بيطالب وبيحضر بيقول انا هقدم مقترح للكنيسة الاسرائيلي لاجراء انتخابات مبكرة في اكتوبر المقبل شهر عشر الخادم يعني بعد ثلاثة شهر حاجة كده شكرا